اشتركوا في القناة إذا دخلت ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه وكان يضع الحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه وخرج على صحابته وبنت ابنته أمامة على عاتقه فصلى فإذا ركف صلى بها فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها متفق عليه وصف عثمان رضي الله عنه معاملته لصحابته فقال صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير رواه أحمد ذاق من الحياة مرها ولأواءها قالت عائشة رضي الله عنها دخلت علي أمرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة متفق عليه وربط على بطنه الحجر من الجوع قال عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل أي تمر الردي ما يملأ به بطنه رواه مسلم لاقى من المحن والشدائد أشقها نشأ يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب ثلاث سنين واختفى في غار ومات له ستة من الولد وتبعه قومه في مهاجره وقاتله ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر وكان يقول ما عند الله ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ففارق الحياة ولم يخلف شيئا من حطامها قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك دي نارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء وصفه علي رضي الله عنه بقوله لم أرى قبله ولا بعده مثله ترجمة نانسي قنقر